المنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان قدمت تسهيلات للمواطنين للتسجيل في المنظومة منها تخصيص 456 رائدة ريفية هيتم الاستعانة بيهم في التسجيل من خلال فرق ثبتة ومتحركة وندوات هتتعمل في المدن والقرى لتكسيف التوعية المجتمعية المباشرة بالمشروع وده بعد ما كشفت وزارة الصحة انها هتبدأ تطبيق المنظومة في أسوان في شهر نوفمبر اللي جاي وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انه فيه جهود بتتم في المرحلة الحالية لتعريف المواطنين بأهمية التسجيل في المنظومة واللي هتوفر ليهم الرعاية الصحية الشاملة مجانا